أهلا بكم مشاهدين إلى الفقرة النقاشية ونصلة الضوء فيها على الصدمة النفسية عند الأطفال وطرق التعامل معها ويعاني الكثير من الأطفال من صدمات نفسية تؤثر على حياتهم ولكن كثير من هؤلاء الأطفال لا يتعالجون من هذه الصدمات التي يمرون بها نتيجة جهل الأهل أو عدم معرفتهم بما حدث مع أطفالهم كل طفل يمر بتجارب مواقف صادمة في حياته تترك أثرا عليه في المستقبل وترافقه عواقبها لفترات قد تكون طويلة لذا على الوالدين ملاحظة التغيرات السلوكية عند الأطفال وعرض الطفل على طبيب متخصص إذا تغيرت سلوكياته بشكل ملحوظ الحديث أكثر عن الصدمات النفسية وطرق التعامل معها عند الأطفال نرحب معنا بالأستاذة عزية الحاشدي ماجستير في الإرشاد النفسي سعد صباحك أستاذة عزية صباح النور والعافية السرور كل عام وأنتم بخير يا رب وأنتي بألف خير حياك يا أستاذة بداية هذا اللقاء نود منك أن تعرفي لنا ما هي الصدمة النفسية بداية أحب أشكركم على هذا الموضوع المهم والشيق جدا بالنسبة لنا وللأسر المجتمع وأحب أؤكد على ما يؤكده علماء النفس من أهمية الخمسة السنوات الأولى من عمر الطفل لأنها تكون شخصية الطفل فيما بعد بالنسبة لتعريف الصدمة الصدمة تعرف بأنها حدث مفاقع غير متوقع وتعرف أيضا بأنها مواقف تهدد الحياة لا نستطيع على مواقهتها بقدراتنا الخاصة نعم بالنسبة للأطفال يعني ممكن الكبار متعودين على الصدمات النفسية بحكم كل ما نمر به بالحياة ولكن كيف يتعرض الأطفال للصدمات النفسية أولا يتعرض الأطفال للصدمات النفسية تحدث مجموعة عراض منها المجموعة العراض النفسية والانفعالية والاجتماعية أيضا اختلال في كيميا وفيسولوجيا الدماغ من التغيرات النفسية الحزن الاكتئاب القلق ويرافقه كمان الشعور بالدم الشعور بالدم والشعور بالدونية والشعور بالنقص أيضا قد يحدث اختلال للذاكرة مؤقتا حيث أن الدماغ يقوم بتخزين الذاكرات المرعبة ولا يستطيع الإنسان أو الطفل على تذكرها أيضا هناك تغيرات الفسيولوجية التي تحدث للطفل والآخرين منها التعرق الشديد منها عدد نبضات ازدياد وتسارع نبضات القلب الشحوب بالواقع ألم في المعدة وغيره الكثير من التغيرات الفسيولوجية اللا شعورية ولا إرادية أيضا هناك التغيرات الانفعالية التي تكون حادة كالصراخ وكالغضب أو ما يقابله أيضا عند أطفال آخرون من الصمت والتقمد تمام طيب أستاذة عزية ما هي نوعية الصدمات التي ممكن أن يتعرض لها الأطفال يعني ما أسباب هذه الصدمات ممكن أكيد الحروب لها دور كبير والنزاعات التي شهدها الأطفال العرب خاصة في الأونة الأخيرة في كثير من البلدان العربية ما هي ممكن الصدمات الأخرى التي ممكن أن يتعرض لها الأطفال هناك صدمات ناتجة عن الطبيعة ليس للإنسان داخل فيها كالكوارث الطبيعة كالفيضانات كالحروب كالموت وهناك وكالزلازل وهناك أيضا صدمات ناتجة عن الإنسان بيد الإنسان نفسه كالاقتتال مثلاً كالإساءات البدنية الإساءات الإنفعالية الإساءات القنسية أيضاً وهذه كلها صدمات تؤثر على مستوى شعور وإنفعالات الطفل وشخصيته فيما بعد نعم هل يتأثر جميع الأطفال بشكل متساوي في الصدمة النفسية؟ يعني يوجد بعض الأطفال أعتقد يتأثروا أكثر من أطفال آخرين ما السبب في التأثر بالصدمة النفسية عند أطفال أكثر من أطفال آخرين؟ طبعاً نختلف من طفل إلى آخر لاختلاف سمات شخصية الطفل وخصائص البيئة التي ينشأ فيها الطفل كذلك نلاحظ ردات فعل عند أطفال مثلاً كالسراخ والغضب والعدوان والتكسير وردات فعل أخرى عند أطفال آخرون كالسطنط وعدم الكلام أو ظهور أعراض أخرى سوف نتحدث عليها فيما بعد نعم ماذا عن هذه الأعراض دكتورة؟ كيف يعرف الأهل أن ابنهم تعرضوا إلى صدمة نفسية؟ ما هي الأعراض التي تظهر على الطفل؟ أولاً أعرف السبب المسببات الصدمة السبب الصدمة أولاً تعرض الطفل لصدمة بشكل مباشر حدث مثلاً مثل حدث سير أو مثلاً التحرش القنسي أو مثلاً الإساءة البدنية العنيفة فهنا تحدث عدة أعراض أستطيع ملاحظة على طفلي ومنها أولاً الصمت الصمت قبل الأعراض مذكور الصمت فحيث صمت الطفل لا يستطيع الكلام لفترة طويلة ثم تظهر الأعراض منها واحد النكوس ونعني بالنكوس هو العودة لمرحلة الطفل السابقة مثلاً كمصة الأصبع أو الحبو على الأرض كالأطفال الصغار ثم تظهر كذلك عرض التبول اللا إرادي بعد أن كان الطفل لا يتبوله بدون وجود أعراض قسدية أيضاً هناك الكوابس الليلية قد يصرخ الطفل في منامه وقد يتحدث بأحاديث كثيرة أيضاً هناك من أعراض الصدمة الالتساق بالوالدين بعد أن كنا نلاحظ الطفل أنه اجتماعي جداً ويحب الخروج ويحب شراء الأشياء ويحب اللعب مع أقرانه نلاحظه يلتسق بالوالدين ولا يريد للخروج وأيضاً لا يحب السلام على الآخرين ويتقنب شخصيات ومواقف كثيرة قدام أيضاً كذلك من الأعراض منها أيضاً نقص الانتباه ونقص التركيز على الدراسة ورفض الذهاب إلى المدرسة والتحقق بعراض قسدية لا توجد عند الطفل كذلك نقص نقص عنده هزال ونقص في الغذاء النعدام في الشهية بعد أن كان يأكل وعدم مع ذلك لا يوجد أعراض قسدية توحي بذلك نعم ممكن أن تعرض أيضاً الأطفال الذين تعرضوا إلى صدمات نفسية إلى حالات من التبول الإرادي تستدعي تدخل الطبيب الطبيب النفسي وطبيب أيضاً لعلاج هذه الحالة أيضاً نعم وهناك كما كذلك مهم جداً التأتاء في الكلام بعد أن كان الطفل فصيحاً في الصباح يتأت في الكلام أو لا يستطيع النطف في الكلام تمام طيب في حالة لاحظ الأهل هذه الأعراض عند ابنهم نتيجة لتعرض لصدمة نفسية ممكن خارج المنزل لم يعرف عنها أو لم يدري عنها الأهل كيف يجب أن يتعامل الأهل مع هذه الأعراض ومع هذه الحالة التي يمر بها طفلهم طبعاً هو من أسباب الصدمات لم أتحدث عنها من أسباب الصدمات وهي التراكمات العقابية ونعني بها الممارسات السلبية في التربية فأولاً حتى أستطيع أن أعرف الصدمة التي يمر بها طفلي أولاً يجب التوقف عن مدمرات العلاقة ونعني بها الممارسات الخاطئة بالتربية مثلاً كالعقاب، كالانتقاد، كاللوم، كالسخرية أيضاً الضرب، أيضاً الصراخ لأنني لا أستطيع أن أعالج أو أكتشف الأعراض والسبب لا زال موجوداً فهذه جميع هذه الأساليب تعمل على تشكيل الطرابات السلوكية لدى الطفل ثم بعد ذلك أقوم ببناء علاقة إيقابية مع الطفل أقوم ببناء علاقة إيقابية وتشكل 70% من التربية ثم بعد ذلك أتخذ خطوات الخطوات التي يجب أن أتخذها مع الطفل كبرنامج ولا أستطيع أن أقوم بهذا البرنامج طالما أني لما أتوقف عن المدمرات التي تعمل على الطرابات الطفلة السلوكية كي أستطيع أن تقل به من التعبير للحالة الشعورية عن الحدث أو الانفعال أو الشيء الكارثي والصادم الذي حصل له تمام تمام طيب أستاذة عزية متى يجب أن يأخذ الأهل طفلهم إلى شخص مختص إلى أهل الاختصاص لعلاج حالته من الصدمة طبعا إحنا ذكرنا أعراض أعراض الأعراض هذه السبعة إذا اكتمعت طبعا خمسة منها نعرف أن الصدمة أقل من حادة عند طفلي وأستطيع مساعدته وهي فقط تؤثر على شخصية الطفل الانفعالية والمزاقية والوجدانية ولكن إذا اكتمعت جميع هذه الأعراض التي قلنا منها التأتى أو التبول إلى راديو النقوس إلى آخره فأعرف أن هناك مشكلة حادة وقبل أن أذهب به إلى المختص النفسي أيضا عندنا عدة معايير تشخيصية منها التكرار للسلوكية عند الطفل أيضا حدة المشكلة وكيف أصبحت تعكس أسلوب الحياة على هذا الطفل في حيث أنه لم يعد يستطع أن يقوم بأنشطته كما كان يقوم بها من قبل تمام كل شكر لك أستاذة عزي على كل هذه المعلومات ونتمنى بالتأكيد السلام والمحبة لكل الطفولة في اليمن وفي أنحاء العالم الأستاذة عزي الحاشدي ماجستر في الإرشاد النفسي كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز كل شكر لك شكرا لكم في سعيدة معكم